فتتان تعلنان زواجهما مثلياً عبر فيسبوك وحقيقة الأمر يوضحه مصدر أمني تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر الاشتراك ولايك للفيديو اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالتعليقات الساخرة والاستهجان بعد إعلان فتتين مثليتين زواجهما بشكل رسمي على حسابتهما الشخصية وتقدم أشرف فرحات المحامي اليوم السلساء ببلاغ رسمي للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد كلاً من ريم وحسن وشرين مكاوي المعلنتين عن زواجهما في دعوة صريحة للفسق والفجور والتحريد على المثلية الجنسية وأوضح فرحات في تصريح خاص عن تفاصيل البلاغ قائلاً أنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقاعة توضح زواج مثليتين مصريتين من الإناث من مدينة المنصورة حيث بمطالعة الحساب الخاص بالمدعوة ريم محسن اتضح أنها في خانة المعلومات تكتب متزوجة من صديقتها الأخرى المتهمة شيرين مكاوي كما يتضح نفس البيان في خانة المعلومات بحساب شيرين في إعلان منهما صريح عن الزواج ويقولون أنه بعد محاولات من الإقناع ومعفقة الأهل أعلنوا زواجهما في دعوة صريحة للتحريد على الفجور بالمخالفة للقوانين المصرية والمبادئ والقيم والدين كشفت مصادر بمدرية أمن الدقاهلية مساء السلساء أنه بفحص حسابات الفتتين التي أعلنت زواجهما مثلياً على صفحتهما على فيسبوك تبين أنها مزيفة وجميع البيانات على الحسابين غير صحيحة وقالت المصادر تبين من الفحص أن حساب ريم محسن تم إغلاقه ولم يتم التوصل إليه وبفحص حساب شيرين مكاوي تبين أنه من الباجور بمحافظة المنوفية وأن صاحبة أو صاحب الحساب قام بإزالة جميع المنشورات الخاصة بواقعة الزواج المثلي وكذلك جميع الصور الموجودة ولكن بفحصه والرقم الخاص به تبين أنه من الباجور ونفى المصدر أن تكون صاحبة الحساب من المنصورة قائلاً هن من المنوفية وليس المنصورة كما أنه مكتوب أن أحدهما من المنصورة والثانية من أجا في حين أنه مكتوب أنهن درسنا بمدرسة الملك الكامل للثانوية وهي مدرسة بنين وليس بنات وأشار المصدر إلى أنه تم إختار مباحث الإنترنت لتتبع الحساب المفتوح وتحديد صاحبه ومكانه يذكر أن شرين مكاوي صاحبة أحد الحسابين غيرت بيانتها الشخصية وحولت اسم حسابها للغة العربية وأزالت جميع منشورتها حول الوقاعة وحولتها إلى بوستات دينية وأدعية ترجمة نانسي قنقر